تعالى بقى الحتة تانية سياسة في رياضة حتة تانية كده سياسة في رياضة يعني الهارب الخاين القذر محمد علي عمل حلقة بيتكلم فيها على مرتضى منصور لا يعنيني مرتضى منصور وإنما بياخد مرتضى منصور سلم علشان يشتم في النظام ويشتم في البلد أي حد عيدكر سياسة في رياضة عرد عليه أي حد عيدكلم عرد عليه زي الكلب معتز مطر والكلب محمد ناصر داخلين يشتموا في الرياضة وداخلين يشتموا في الأندية المصرية والأهل والزمالك والكلام ده ضمنتوا بتوع سياسة من اللي جاب أبوكم ومن الرياضة من اللي جاب أبوكم ومن الرياضة أنتم يعني عايزة فهم من أبوكم ومن الرياضة كل ده كان السيسي حرق دمكم وعلى رأيي الأستاذ عبد الحميد القاضي قال لك محمد علي ومرتضى منصور كلا هما انتهى كلا هما انتهى بس أنا عايز أقول لكم على حاجة الفترة اللي جاية أنا مش عايزة هذه الأشكال القذرة واللي عايتكلم عن الرياضة المصرية ويتكلم عننا بهذا الشكل بعدينه بين جزمة فدول أشكال مرتزقة أحمد سعد على أحمد الطيب على محمد ناصر على معتز مطر على الود الهارب الخايل محمد علي كل الأشكال دي أوعى حضرتك تصدق أي حاجة أوعى حضرتك تصدق أي حاجة كلهم أشكال أوسخ ما خلق الله واخر ما يبص اتمالى الليف إخوان عاكنت جبت سيرتهم كلاب كان قطيع شفت الكلاب كان قطيعه كان قطيع اتمالى الثانية بلغوا بعض لها اعملوا هاجمة اعملوا طالعة وانا بسأل أحمد الطيب أربعين سنة في قطر اجر ييجي يقول كلمة كويسة عن قطر في مصر ما حصلش أنا قلت بعد عشر تيام هل الناس في قطر يسمحوا الحد يتكلم عن السيسي وعن الجيش المصري في قطر كويس ما يقدروش لكن البني آدم الجريء المحترم الشعبي إعلام الشعب اللي بيتكلم بالسان الشعب ما بيهمهوش حد مهما كانت العواقب والجانية المصرية العظيمة في قبر اديتنا درس كبير جدا ومحترم جدا وحملتنا أمالة مسئولية كلمة الحق وعنفضل نقول كلمة الحق أيوة يا جماعة اللي شفته في العشر تيام يتلقص في كلمة ونص لازم العيال الهاربادية اللي بتشتم في مصر تقف لأن الحب اللي ما بين الشعبين ليس له مثيل والسماح لحمد سعد وهذه الأشكال القذرة والواد عبدالله الشريف تخيلوا مفاجئة عبدالله الشريف قاعد في منطقة السد وكل الناس تفكر أن الكلب عبدالله الشريف عايش في تركيا طلع في قبر معلومة بأكد لكم عليها معلومة بأكد لكم عليها تخيل أن عبدالله الشريف طلع عايش في منطقة السد في قبر وشفناه نازل من عربية متفيمة وبيشتري سندوت شات وما صدقناش وما صدقناش ايه ده أنا فكره عايش في في تركيا يا جماعة اتضح انه عايش في قبر طب بما تفسر ذلك اي تقارب انت عايز اشوف احنا اهوا في مصر وشقرنا ازاي في قبر وما فيش حد ولا اي حد وقلنا بمنتهى الحرية في المقابل انت بتسيب ناس بتشتم بلدي عندك طب ما تسكت الناس دي قل لهم روحوا بلدكم بلدكم اولى بيكم روح اشتموا من قلب بلدكم قبر ابدا لن تكون مكان لهؤلاء السفلة يقعد يشتموا فينا 24 ساعة قال لنا هو بتكلم دي السابح علقة بتكلم بكل خير عن قبر طب انت المقابل انك تخلي الناس تشتمني انا والله العظيم انا محرج انا مبارع عد بيكلمني بيقول لي اخي انت ليك ست حلقات بتقول في الخمر يا ليل وبتشكر في قطر بشكل كبير جدا طيب ما سألتك نفسك عبدالله الشريف واحمد واحمد سعد ومش عارف ومين وجعل يسميلي ناس انا ما عرفهاش انا متبتاع السياسة قال لي دار كلهم بيطلع عشت مبلدك من قلب قبر ده غير الجزيرة والكلام بتاع الجزيرة تبا بتكلمش عار الجزيرة بتكلم على اللي بيعملوا ريفات قلت له والله العظيم ما عرف قال لي لا يعني انا الوم عليك قلت له لا انا تنوم عليك ليه انا اطلع اوضح كل حاجة زي ما احنا بنتكلم بالحسنة لازم الناس تتكلم عننا بالحسنة وزي ما احنا هنا لا نسمح لحد بيطلع يشتم يبا لازم لا يسمح لأحد انه هناك يشتم واذا كان هناك تجاوزات نوقفها من الطرفين وان كان الاكثر اللي بيحصل في قطر على رأيي الاستاذ سعد قال لك ايوة هم قطرين ما بيشتموش لكن كل المصريين الانجاس الوسخين الهربين بيشتموا من هناك طب هل ده ينفع وكلمني حد عضو مجلس نواب رجل مثقف جدا قال لي منذ ان تمت المصالحة في العلا وتم منع كل الناس تتكلم عن استعودية بوحش في حين اني سابوا كل اللي بيتكلم عن مصر سابوا كل اللي بيتكلم عن مصر ويشتم مصر زي ما هو احمد سعد على علاء صادق في الرياضة على عبدالله الشريف بالسياسة انا مش عارف مين ده لما قال لي كده زقلت جدا زقلت جدا والله يا غا تملعون ابو اللقمة اللي الواحد يقولها مغموسة وفيها اهانة البلد والله العظيم زقلت قال لي يا أم عبدالناصر من بعد اجتماع العلية العلية قصدي والمصالحة اللي تمت في العلية ما فيش حد بيقول كلمة وحشة على السعودية في المقابل ما زال كل اللي بيشتم مصر بيشتم مصر بما تفسر ذلك قلت له لا احنا ناس بتوع شعب واعلام شعب واللي شفنا من الناس كل خير والجارية المصرية هناك والناس تمام التمام وحاجة استفرح فلازم اونطح للناس ليه تسمح لهؤلاء الأنجاز انهم يشتمون من على أرضك ليه تسمح لهؤلاء الأفقين انهم يشتموا بلدي من عندك طب يا أخي طب الراجل فيكم ييجي يتكلم من مصر زي ما أنا بتكلم ييجي يقول الله اللي هو عايزه من مصر زي ما أنا بقول كلهم كرهين بلدنا كلهم بلا استثناء كرهين بلدنا وفي المقابل احنا بنتكلم بكل خير وبكل حسنة يعني لا يعقل أبدا ان الأمور تبمشي بهذه المعايير المزدوجة بقولكم الزيارة دي كشفت للواحد حاجات كتيرة جدا 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 وعن افتح الملف ده وعن اتكلم فيه كتير الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر